اشتركوا في القناة هنا وعلى أرضية ملعب السلام استمتع الفرسان ومعهم آلاف الأنصار بطبق كروي شهي ضد الكوديفوار وهنا أيضا سيبحث الأسد الصلب المغوار عن نهاية مثالية أمام منتخب الأولاد في ثالث حوار كروي ضمن دور المجموعات ليس ببعيد عن هذه المدرجات وتحديدا في قاعة الندوات وصلت ثالب الفرنسي إيرفيرونار رفقة المقاتل الصلب والمحارب الفذ نور الدين مرابط صفق لهم الزملاء وبدأ سيل الأسئلة ينساب الثناء على رونار والرفاق بعد موقعة الكوديفوار حضر ولكن سبل البحث عن السيادة والريادة في المجموعة أعدنا لتاريخ مواجهات الأسود والبافانة بافانة فرد رونار بكل افتخار مستعرضا تاريخه الشخصي مع بلاد منديلا الانتصار غير مضمون في رياضة كرة القدم يجب القيام بكل ما هو ضروري كي تضمن الفوز وأنا أعتمد على اللاعبين وتركيزهم ما يجب فهمه أننا قدمنا من أجل هدف واحد وهو تحقيق إنجاز أفضل مما حققناه في النسخة الماضية بالقابون أما الإحصائيات التي ذكرتموها بخصوص منتخب جنوب إفريقيا فليست شبيهة بما لدي كما قلت سابقا نجحنا في كسر عقدة الكاميرون لهذا يتوجب علينا القيام بنفس الأمر أمام جنوب إفريقيا صحيح في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة لكن ما حدث في السابق يبقى رهينا بالماضي المحارب أمرابط وبابتسامته المعهودة تحدث عن المجموعة وعرش على معدل الأعمار ودور الكبار في توجيه الصغار مستقبل الكرة المغربية نتوفر على بعض اللاعبين الكبار في السن ونحاول مساعدة اللاعبين الشبان لكن أعتقد أن المجموعة ركمت العديد من التجارب بالرغم من صغر السن البعض على سبيل المثال مزراوي الذي قدم موسما كبيرا في دور أبطال أوروبا لذا أظننا الفريق لديه تجارب كبيرة التاقم التقني بدوره يقدم مساعدات كبيرة ويقومون بإعدادنا للمباريات على نحو جيد أظننا اللاعبين الذين نتوفر عليهم لا يحتاجون لمساعدات كبيرة غادرنا الندوة الصحفية على عجل باتجاه ملعب حرس الحدود حيث الحصة التدريبية الأخيرة للأسود هناك اكتملت الصفوف والمعنويات تعانق عنان السماء قبل امتحان جنوب أفريقيا رفاق زياش أكدوا الجاهزية وارتفاع الروح المعنوية بانتظار أن ترتاح القلوب والعقول بتحقيق العلامة الكاملة مشاهدين الكرام متتبعي نوفل في الكان هل تعلمون أين نحل الآن؟ نحن في مكان قد يكون غريب بعيد عن مباريات ونتائج كأس المم الأفريقية تفاصيل بعد قليل مساء الخير نوفل العوامل من قناة ميديان تي في أهلا وسهلا بكم إبراهيم لمن لا يعرف ومشاهدين الكرام حلاق النجوم حلاق الرياضيين صح التعبير التواصل بتاعك مع لعبي المنتخب الوطني كانت ازاي؟ عن طريق بطيب زي ما بقوله فعلا أول من المنتخب المغربي وصل الكاهرة أنا طبعا على ركب كابتن خيالي طبعا ومتواجد معي على طول بحكم علاقة بي عشان هو في نازل زي مالك يعني أنت زي ملكاوي؟ أنا؟ آه طبعا بشجع خالد طبعا بشجع نازل زي مالك طبعا ومشجع نازل أهل وكل عندها طيب وتوصلت مع خالد ومشيت عندهم الوطني كلمني كلمني خالد قال لي احنا وصلنا لكاهرة وعايزين عايزين كابريم تجهلنا وكده طبعا كان بالنسبة لي حاجة سعيدة جدا يعني طبعا من الناس اللي بتشجع منتخب المغرب جدا وبحب كورته فكنت مبسوط وانا رايح قوي يعني طيب بالنسبة للتجربة مع اللاعبين المنتخب المغربي شفناك مع حكم زياش شفناك مع بن عاطية من عدد من اللاعبين مين اللي شعره صعب فيه لا هو كل شعب كل كل على الفاكرة كل القصات المغربية صعبة جدا لان هم بيدعاوا جدا في كل حاجة في ال يعني بيدعاوا في تفاصيل القصة قوي فالموضوع انا كنت مركز قوي علشان هم لقيت طلباتهم يا لازم حاجة تطلع مظبوطة قوي شو الطلبات الخاصة اللي كانت مثلا من زياش بن عاطية في شعره في التسريح لا زياش طبعا اول مرة ييجي مصر وهو اول مرة يحلم حد هنا خارج الدار المغربية والهولندية فقال لي يا ابراهيم انا عايز ادرج عامل رجرادية بس عايز اعملها بطريقة حديثة اللي هي تدريج من تحت الفوق بطريقة تصيره قوي فطبعا وراني الصورة اللي كان هو بيعملها وننفسته له يعني هو كان مفصول جدا انا عايز ادخل قائمة ابراهيم الصغير تعملنا شغلة في شعر تفضل حتلي فطة بيدا بعد اعمل لك الرجرادية اللي هما بيحبوها بس اعمل لك بطريقة كليسيكية ما بحبش يكون هنا يعني شعري باين قوي لجلدة الراس باينها لا 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 هعمل لك حاجة كليسيكية شوية عشان برضو شغلك في تلفزيون وكده انت عارف لو عايزين نعزبك نجيب لك مين من اللاعبة مين مصطفى حاج انا بعشقه وانا على فكرة نفس اشوفه والله والله العظيم نفس اشوفه حلق شعر انا اصلا مصطفى حاجي يعني من ايام الجن بتاع 1998 في كاس الام ايوة انا بحبه فين واتنين مش فاكر في نادرسي لا لا انا فاكر سفيات كاس العالم كانت مجموعة المغرب فيها السينيجال ومصر الفترة دي المغرب كان حفل الجمهور المغربي كان بيقول ايه في حفلة اللي ايه بتوفيق في احد المعراجانات في المار حجي مشا وجع مصر جهال وجع لا انا عموما اصلا انا اشغل مع المنتخب المغربي بالمشاورة انا المستخدم ده بتكلم مصري كويس انا عايز سؤالي واضح وصريح دفعوا لك كام لعيبة المنتخب المغربي المغربي لا ما اقدرش اقوش لا ده احنا عملنا معهم وايجب ده جايب في مصر وبعدين ده احنا عايزين اصلا نبقى صفرة للشعب المصري بس اكيد ده جاست من اللاعب بالصراحة اللي حاسب لهم خالد ابو طيو يعني خالد لا خالد ده معافلوس انا ما كنتش عايز خالد يحاسل لان خالد معافلوس مصري وانا كنت عايز احاسبهم باليورو فخالد طبعا قال لي لا انا حاسبك بالمصري وخالد بقى كان مدقى معافل الموضوع ده قوي كان خايف ان انا حاسبهم باليورو شكرا جدا طبعا انتو شرفتون هنا في مكاننا بمصر وشكرا لكل الجليل مغربية وبنتوفيه لمنتخب المغرب وكل المنتخبات العربية اللي هي بتشارك في البطورة ورب كده نكون كشعب كده عند حسن زن استطافتكم وان شاء الله موفقين واتمنى لكم ان شاء الله توفيق دائم ابراهيم الصغير مشاهدين رتغمد عنيك بهذا اذن مشاهدين ناصر لختام فقرة نوفا الفلكان لهذا اليوم الختام نتمنى ان يكون من مسك يوم غد لوصود الاطلس في لقائهم امام البافانا بافانا لتجاوز الدور الاول واستمرار مسأسة للبحث عن العرش الافريق كان معكم نوفا العوامل عبدالصمد المنتصر القاهر